اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تعليم الساوند سيستم معكم المهندس ابراهيم البدوي وهنكمل الفيديوهات الخاصة بالساوند سيستم كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مستويات الازعاج او الضوضاء المختلفة في الاماكن المختلفة فقلنا ان انا علشان اصمم الساوند سيستم محتاج اعرف مستوى الازعاج في المكان او مستوى الضوضاء في المكان واللي بنسميها الامبينت نويز ليبل وبعدين اضيف عليها الابليكيشن نويز ليبل اللي انا محتاجه وقلنا ان الامبينت بنجيبها من الجدول ده وان اطلاع الابليكيشن نويز ليبل اللي احنا لدينا اثنين اطلاع ممكن ان يكون باتجيج او افاكيوشن وممكن ان هو يكون باتجراوند ساوند في الحالة دي بتزود من 15 ل 10 دي بي وفي الحالة دي بتزود من 15 ل 20 دي بي في الفيديو ده انا عايز اتكلم عن حاجة مهمة جدا الي هي الاسبيكرز اماكن تداخل نطاقات التغطية الخاصة بالسماعات بمعنى لو انت النهاردة بتوزع السماعات بتاعتك في طرقة مثلا او على شكل لينير لينير يعني انت هتاخد عندك طرقة طرقة بالشكل ده كده وانت محتاج انك تحط فيها مجموعة من السماعات فانت بتحط سماعة هنا وبعدين 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 بتحط سماعة هنا بالشكل ده تمام وتاخد الكابل بتاع الكابل الساوند بيمر عليهم بالشكل ده المسافة ما بين السماعة والسماعة دي بتخضع لمعادلة معينة هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله لكن لو انا الـ coverage area لحد هنا نقوم بعمل نطاق التوزيع بـ edge to edge وانا بصمم السماعات بشوف اخر نطاق تغطية السماعة الاولى وحط عليه اول نطاق تغطية السماعة التانية او تداخل ما بين السماعات وبعضها اذا افترضت ان انا عندي نفس السيناريو هذا سماعة وانا نطاق التغطية السماعة وانا نطاق التغطية التانية خليته متداخل في الحالة دي احصل عندي حاجة اسمها overlap وانا نطاق التغطية صغير جدا بالشكل اللي انا شايفه بنسميه minimum overlap minimum overlap من المسافة عندك لو افترضت ان المسافة بين السماعة والسماعة 4 متر انت خلت الـ overlap لحد ونصف متر يبقى ده minimum overlap لكن لو انت خلت ان التداخل كبير بالشكل ده ووصل لأكتر من متر او اثنين متر ده بنسميه maximum overlap سواء كان edge to edge او كان minimum overlap او كان maximum overlap فده معناه ان مستوى شدة الصوت بيزيد عند نقاط الـ overlap فانا لازم اخلي بالي وانا بصمم ان انا ما خلش ان التداخل كبير لدرجة ان يخلي الـ overlap يزود لي الصوت بشكل ممكن يكون مزعج للناس اللي هي موجودة عندي في المكان بتاعي وفي نفس الوقت انا كل ما زودت overlap كل ما زودت عدد السماعات اللي انا بستخدمها فده بيأثر لي اقتصاديا على تصميم المنظومة بتاعتي طب هي اي انواع الـ overlap اللي هو عندي او يعني انواع الـ pattern التصميمية ممكن ان انا اصميمها في شكل linear زي ما انا شايف بالشكل ده او ممكن لو انا عندي صالة او غرفة معينة تمام بالشكل ده كده وانا احط فيها اربع سماعات وانا كان الـ وانا يستطيع التغطية في الثاني ولكن مستوى شدة الصوت هنا ستكون أقل في الديسبل من انك تكون داخل نطاقة تقضية السماعة نفسها المنظومة دي قلنا ان نسميها Edge to Edge System المنظومة داتي سوف ادخل دولات في بعض المنظومة داتي سوف أدخل تقضية السماعة ثم أدخل تقضية السماعة نعمل على مستوى خاصة المنظومة داتي سوف اطلع تقضية السماعة من الش apoy Hello sign re užima نجعل أولادك الجهاز الكهن قوتقكم بالضبط كذلك نظمة نقطة مركز السماعة الأولillas ő سماعة الثالثة و السماعة الرابعة يبني هنا تنطقة اسمه ماكسيمم اوفر لاب ممكن ان اوزع في شكل هكساجونال هذا هو شكل سداسي نفس التقطيع اللي انا شفتها بس يبقى ان اضع السماعة في المنتصف بالشكل ده و اضع سماعتين هنا كده يغطي للمنطقة دي و سماعتين هنا و سماعتين في المنطقة دي اضع منزومة edge to edge اضع السماعات لهم سوف انخلق السماعات في بعضها ولكن السماعات لها تطوير بحيث ان لا يكون لديها من خلال السماعات وبعضها اهو كذلك اهو نطقات بسيطة في التداخل ده مينم اوفرلاب ده ممكن ان ازود الاوفرلاب بتاع لو انت عايز تتكلم عن الاوفرلاب بتاع الهكساجونال شايف انت المركز بتاع الدايرة اللي في المنتصف ده بيكون ده خط التماس او نقطة التماس بتاعت نطقات تقطيط السماعات اللي موجودة عندي بالشكل ده دي كده السماعة الاولى دي السماعة التانية دي السماعة التالتة دي السماعة الرابعة دي السماعة الخمسة بنفس الشكل ده 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 ماكسمام اوفرلاب طيب ده بيأثر لي كيسايا عندي في المنظومة الحال انهم اسوا الموضوع ده ونتيجة الخبرة في المواقع قالك ان مستويات اوفرلاب في حالة اليدج تو ايدج بيوصل لسبعة من عشرة يعني من سبعة من عشرة لواحد دي سيبل زيادة في شدة الصوت زيادة فيه شدة الصوت طيب لو قلت عندك minimum overlap قالك ان minimum overlap بيحصل raising او ارتفاع في شدة الضوضاء بيتراوح ما بين 1.5 الى 2 ديسبل وال maximum overlap قالك ان مستويات شدة الاضاءة فيه بتوصل من 5 ل 6 ديسبل فلازم نراعي الموضوع ده فيعني مثلا انت ما ينفعش انك تعمل maximum overlap لو انت شغال على background music يعني ينفع انك تعمله في evacuation message لكن ما ينفعش انك تعمله في background music تمام طيب فيه جد والعايزة بص عليه على الابليكيشن الخاصة به الoverlaping الجدول اللي قدامنا ده بيوضح الابليكيشن مع اختيار الoverlap المناسب بتاعي تمام في low level ground music اللي هي الموسيقى الخفيفة جدا اللي بتكون شغالة في المطاعن او في الفنادق ممكن انك تشغلها على اي overlap ممكن full overlap اللي هو maximum او minimum overlap او edge to edge overlap ولكن يفضل انك تشغله edge to edge لانه هي اساسا موسيقى خافتة اكتصاديا انت بتخليها edge to edge overlap لو انت مشغل background music وفي نفس الوقت هتستخدم منظومة السماعات اللي هي موجودة عندك وممكن تعملها كبيتجنج يعني انما يحصل fire alarm او بتنادي على حد هتفضل sound music وتشغل البيتجنج system يبقى لا يفضل انك تعملها edge to edge ولكن تخليها minimum overlap او full overlap لو انت تعملها لاستعدعاء الافراض يبقى تخليها minimum overlap ولو هتعملها الافراض يبقى انت تستخدمها كoverlap full overlap او maximum overlap طيب foreground music لو انت هتستخدمها كنظام اساسي زي احنا قلنا زي ايه في foreground music قلنا بيستخدم في على حمامات السباحة وبيستخدم في الديسكوهات وبيستخدم في الجيمة فانت محتاج و هتستخدمه مع high quality paging ايه 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 ممكن ان تصممه minimum overlap ولكن يفضل ان تستخدمه maximum overlap عشان موضوع موضوع المحاضرات التي نحن نتكلم عليه تمام هافي بيتش reinforcement هذا يستخدم في منطقتين ويستخدم في المحاضرات ويستخدم في الاجتماعات لكن لا ينفع ان تستخدم Edge to Edge لكي يمكن أن يكون هناك أفراد لا يوصل لهم الصوت بشكل جيد وانت تحضر كل من قدامك يسمعك وتوصلوا المعلومات كاملة فإذا لا ينفع في موضوع Edge to Edge ممكن تستخدم الـ Minimum Overlap ولكن يفضل أنه يكون Maximum Overlap ويستخدم الـ Minimum Overlap ويستخدم الـ Minimum Overlap ويستخدم الـ Minimum Overlap أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الفيديو ونشاهدوا في الفيديو جديد ان شاء الله